اشتركوا في القناة شوطن لقيار القعدان على كأس السادة شركة البترول الوطنية شكرا شكرا لدعمهم المتواصل ليحياء تراث رياضة الهجن العربية الاصيلة رياضة الاباء والاجداد اذا هذه الانطلاقة تبدأ وجميع الاخوة يشاركون بكأس شركة البترول الوطنية فمن سعيد الحظ الذي يحصل على هذه الكأس الغالية على قلوبنا كأس شركة البترول الوطنية الذين داعمين لهذا السباق وهبزات هذا الشوط وهو الشوط الرئيسي واربع كيلو مترات مسافة هذا شوط نتمنى ان شاء الله لجميع الاخوة التوفيق والنجاح ونحن في طريقنا مع صاحب المركز الاول وارأ الزيب لمشعان بن محمد العتيبي يحتل المركز الاول اللي مباشرة في المركز الثاني الجذاب لسعد بنزيد الجباري في ثاني المراكز ننتقل وياكم الى صاحب المركز الثالث وهناك المزاح الغنيب العنقود الظفيري اللي في المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هناك النادر لابناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح جلال السوداني يقوم بعناية التضمير هناك أيضا الذي يتسلل هناك مزاح لمحمد بن حبد بنشير المركز في خامس المراكز ونتقل الى المركز الرابع أيضا أرى الشعار السيد من هذا النظم هدي بن محمد بن مانع العجم يشارك بهذا الشوت وأرى شعار سيد شنار بن محمد الهازر يتواد ولكن نعود نعود والعود وأحمد بذن الله مع المشاركين الذين يتواجدون بهذا الشوت والشوت الأهم وشوتنا الأول والأخير وشوت الكاش وشوت الرئيسي الذي ينتظر جميع الأخوة ملاك الأجنة الذين إن شاء يكون بهذا الشوت للإنطلاق مع المراكز الأولى الثلاث المراكز الأولى التي انفردت بهذا الشوت ولكن لكن المسيرة تسير بإذن الله تعالى روح 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 مع المقدمة 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 يا هل ترى لمن لمن الفوز ولمن الفوز بهذا الشوت المركز الأول لا زال لا زال محافظ على سعد مزيد الجبال اللي هو الجذاب الجذاب ولكن هنا الكذيم لمشعان بن محمد الاعتيبي اللي في المركز الثاني والمتنافسين يتنافسون بهذا بهذا الشوت وشوتنا شوتنا الأخير على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله وتراه والجذاب لا زال يتربع على عرش هذا الشوت لسعد بن زيد الجباري ولكن للمشعان بن محمد الاعتيبي في ثاني المراكز ننتقل إلى ثالث المراكز إلى المركز الثالث مزاح الغنيم العنقودي الظفيري في المركز الثالث المركز الرابع النادر لأبناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح جلال السوداني ضمرة المركز الخامس يا سلام يا سلام يا سلام اللي هو مستحيل مستحيل أيضا سعد جيد الجباري وأرى شعر سيد جبران بن محمد العجم اللي هو غريب يشارك لجبران بن محمد العجم يتواجد أيضا بهذا بهذا الشوت ولكن ولكن الزيب الزيب لازال مسيطرة على المركز الأول وانطلاقته إلى مقدمة الشوت النادر لأبناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح وجلال السوداني يقوم بعناية التضمير ولكن الجذاب الجذاب هو الأقرب وهو الأقرب لهذا الشوت تعود ملكية لسعد بن زيد الجباري في أول المراكز في أول المراكز يتربع ويسيطر على المراكز الأولى والمنافسة حاضحي المنافسة المشرفة ولكن غريب والنادر يوصل لأبناء الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح وجلال السوداني وغريب لزبران بن محمد العجم يتسلل إلى ثاني المراكز المنافسة يا هل ترى بين النادر ولا بين غريب غريب والنادر غريب والنادر ولكن غريب لزبران بن محمد العجم يتسلل إلى المراكز الأولى ويغير النتيجة لصالح بهذه اللحظات إذن هذه لحظات الوصول لزبران بن محمد العجم على فوز غريب في المركز الأول هذه لحظات وصول غريب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذه اللحظات تعالينا إلى السيد زبران بن محمد العجم على فوز غريب في المركز أول سعانينا وألف مبروك المركز الثاني كان مرسيب النابل لأبناء الشهد الشيخ عبدالحمد الصباح المركز الساري لليزة ساعة الجبار المركز الرابع لساعة الجبار المركز الخامس لليزيد بن سالم المري إذن تانينا وألف مبروك لزبران بن محمد العجم على فوز غريب في المركز الأول ثانينا وألف المركز ودعكم الله في السباق المقبل